السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ولكن قبل بداية هل تنسوا الصلاة على حبيبينا محمد صلى الله عليه وسلم علي فضل الصلاة والسلام مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد ولدي من خلاله رح اشارك معكم اخر اخبار محترفين واخر اخبار المنتخب الوطني الجزائر وكذلك سأجيب عن الاسئلة اللي رقاعدة تكرر عندي سواء في الفيديوهات السابقة في صندوق التعليقات أو حتى الرسائل اللي وصلتني في مواقع التواصل الاجتماعي من هذا الانستغرام الظاهر أمانكم على كل حال وصلني سؤال يتعلق بمستقية هذا الخبر اللي اكدلنا هات الصحفي بلانه الفيفا رح تعيد مباراة الجزائر والكاميرون وكذلك بكاري غسامة سيتم اقصاؤه من المونديال رح اشارك معاكم حقيقة هذا الخبر ان شاء الله في هذا الفيديو اذا هذا ما سنتعرف عليه بدا كنتم تشاهدونا للمرة الاولى رجاء اللي تنسوا اشتراف القناة ودفع زر التنبيهات ولا تنسوا متابعاتنا عبر حسابتنا السوشال ميديا الانستغرام الظاهر عمامكم ولا تنسوا اعطانا زر لايك تشجيعا لنا لنشر المزيد من الفيديوهات مستقبلا نبدأ لكم عزيزي الكرام كبداية باخر اخبار المنتخب الوطني الجزائري والخبر المفرح الذي تلقاها الكوتش جمال بالماضي يعني ليلة امس وكذلك بعض اخبار المفرح التي تلقاها اليوم كذلك طبعا بالماضي تلقى خبر مفرح جدا ومن المدرب الوطني الكوتش جمال بالماضي مدرب المنتخب الوطني الجزائري على بعد ايام قليلة لخوض مغامرة جديدة ومباريات رسمية امام اغندا وتنزانيا بالماضي انتهى منذ مدة من ضبط القائمة الموسعة وقرر الانتظار حتى نهاية الدوريات الخاصة بلاعبين من اجل تقييمهم وتقييم مستوياتهم ووضعهم في القائمة النهائية في الانتظار بالماضي كان في محله شرحكم عزيزي الكرام بالماضي انتهى من ضبط القائمة الموسعة التي تحمل باريكزون بالربعين اسم ولكن القائمة النهائية التي سيعلن عليها في قادم الموعد ما زال مضبطهاش بالماضي تريث وانتظر حتى تنتهي جميع مباريات محترفين بعاد اختار اللاعبين ويبدو كما قلنا انه بالماضي قرره كان يوفق لانه مؤخرا لعبين تألقوا وعادنا مؤخرا لعبين عادوا من الاصابة فالخابر المفرح الاول للكوت جمال بالماضي هو عودة سعيد بن رحمة من الاصابة واللي هذا تأكد لنا بلي انه رح يكون في قائمة بالماضي وممكن انه رح ياخد مكانه في القائمة والتشكيلة الاساسية كذلك فأكد مدرب نادي ويست هام يونيتد دافيد مويس جهازية لاعبه سعيد بن رحمة وشفائه التام من الاصابة خلال الندوة الصحفية التي تسبق لقاء برايتون وطبعا ذلك في الجولة الختمية للبريمير ليغ يوم الاحد طبعا صرح قائلا سعيد بن رحمة سيكون متوفرا خلال مباراتنا في نهاية الاسبوع وسيكون لائقا وتعافى تماما من الاصابة بن رحمة زي كرام تأكدت لنا العديد من المصادر باللي انه رح يكون متواجد في قائمة بالماضي وبعد شفائه بالماضي سيستدعيه وذلك يعني بشكل كبير جدا ننتقل الان الى الاخبار الموالية والتي تتعلق بلاعبين محترفين والذين اليوم لعبوا كلاعبين اساسيين قدموا مستوى كبير جدا اولهم يوسف بليني الذي كانت عودته قوية بطبيعة الحال وايضا قدم مستوى كبير جدا قبل المعسكر القادم للمنتخب الوطني الجزائري في المباراة التي جمعت بين نادي ستاد بريست الفرنسي وكذلك نادي بوردو وطبعا كانت هذه المباراة الختمية لستاد بريست بطبيعة الحال والتي انتهت بخسارة للأسف الشديد هدفين مقابل أربعة أهداف وتحصل يوسف بليلي على تنقية 7.9 بعدما اسجل برأسية جميلة كذلك حتى لعبوا المنتخب الوطني جزائري هاريس بالقبل زميله في المنتخب وكذلك في نادي بريست هو ايضا كان كلعب اساسي وقدم مردود جيد بالنسبة للعب المولي والذي هو مستدعى لقائمة الكود جمال الماضي الموسع نبيل بنطالب هو ايضا اليوم لعب كلاعب اساسي في المباراة التي جمعت بين نادي أونجي وكذلك نادي موبيلي وانتهت بهدفين مقابلة ولا شيء يعني ثنائية نظيفة لصارح نادي أونجي تحصل على تنقية 6.7 من ضمن 10 نوعا ما متوسط لبس الشيء يعود الى حاكيم زدكا الذي يتواجد في قائمة بالماضي والذي تحصل على تنقية 6.5 من ضمن 10 مستوى نوعا مجيد مقارنة بنتيجة المباراة التي انتهت بهدفين مقابلة هدف وحيد بين أولومبيك ليوم وكليرمونت فوت كما تشاهدون بالنسبة للمباراة المولية ميدز أمام نادي باري سان جرمان والذي وقع كيريان انبابي لمدة إلى غاية سنة 2025 هذا اللاعب سجل هاتريك اليوم وانتهت هذه المباراة بخماسية نظيفة لصالح نادي باري سان جرمان ضد نادي ميدز بولايا كان كلاعب أساسي وتم استبداله وتحصل على 6.4 من ضمن 10 واكتفى يعني أليكساندر أوكيجا في كرسي البودلة يشاهد المباراة ووضعيته تقلق صراحة الخاصة بعد سقوط هذا الفريق إلى الدرجة الثانية بالنسبة للمباراة المولية زي الكرام والتي هي ما قبل الأخيرة مباراة نيس أمام نادي ستادريمس التي انتهت بتلاثية مقابل هدفين طبعا هشام بودا وتتألق فيها وتحصل على 6.5 من ضمن 10 وهو متوجد في قائمة بالماضي وبالنسبة لراشيد غزال كان أعلى تنقيد في المباراة التي كانت بينك بيشكتاش وكذلك الكوريا سبورة التركي والتي تحصل هذا اللاعب على تنقيد 8.8 من ضمن 10 وهو من قائمة الكوتش جمال بالماضي يعني تألق أولئي اللاعبين ومشاركتهم في المباراة الأخيرة هو ما كان يبحث عنه الكوتش جمال بالماضي وهذا ما طبقوه لاعبي محترفين فوق رضية الميدان نالوا المكان الأساسية وأيضا قدموا مستويات كبيرة بينها مستويات متوسطة وهذه الأخبار تفرح كثيرا للكوتش جمال بالماضي من أجل أن يضبط قائمته النهائية بالنسبة للأخبار الكارثية بالنسبة لأن قبل الكوتش جمال بالماضي هو سقوط نادي ميز الفرنسي وبوردو وكذلك سانتيتيان وسقوط لاعبي محترفين كل من أريكساندر أوكيتجا وكذلك فريد بولايا كذلك عدنا لاعب آخر أروه هو لاعب نادي سانتيتيان رياد بودبوز كذلك مهدي زرقان وعبد الجليل مديوب هؤلاء اللاعبين كلهم سقطوا إلى الدرجة الثانية للأسف الشديد فأنتمنون لهم كل التوفيق في قادم المواعيد وكل هؤلاء اللاعبين ولا واحد أعزائي الكرام أراد تغيير الأجواء فأرحب قوم عن أن ينتعهم بالرغم أنهم سقطوا إلى الدرجة الثانية نسبة للخبر المولي ومفرحة أزائي الكرام يتعلق بأحمد طوبة الذي وصل إلى الجزائر اليوم وذلك بشكل رسمي كما تشاهدون هيا بعض الصور الظاهرة أمامكم تثبت لنا كذلك وأيضا يعني مو من أي تقاسي صرح لنا قائلا بعض لاعبي الخضر المعنيين بتربص المنتخب الوطني الجزائري التحقوا بمركز سيدي موسا ليتابعوا برنامج خاص مع المحضر البدني وطوبة تدرب اليوم يعني طوبة رسليا في قائمة من الماضي النهائية مش موسا هذه حاجة بينه وهذا اللاعب برهن للجميع بل أنه يجب أن تتاح له الفرصة من اليوم فصاعدا المباراة الأخيرة التي لعبها أمام منتخب يعني الكاميرون يعني كانت مباراة جيدة بالنسبة له رغم دقة الوقت فهذا اللاعب حاسم بطبيعة الحال فنتمنه لكل التوفيق واللاعب بدأ يعني التحضير للمباريات من اليوم بطبيعة الحال فنتمنه لكل التوفيق كان أولى الملتحقين بالمعسكر التدبيي نأتي الآن زي الكرام إلى الخبر الذي ينتظره الجميع عن حقيقة تصريح ذلك الصحفي المدعى يعني جعفر أيت أدعى هذا الصحفي الذي يعمل في قناة فرنسية صرح لنا كالآتي اللحظة الأخيرة وبحسب معلوماتنا ستتم إعادة مباراة الجزائر والكاميرون واستبعاد الحكم قصامة من كأس العالم يقصد من مونديار خطر سنة 2022 ومكان المباراة ستكون في الماجر هونغاريا ومن المتوقع أن يعلن الفيفا رسميا يوم الاثني المعلومات الخاصة بهذه المباراة هذه الخبرات زي كرام مصنبة بشكل رهيب جدا سواء في مواقع التواصل الاجتماعي سواء في صندوق التعليقات للفيديو هات السابقة لشارفتها معاكم وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل رهيب جدا وانما ترح تلقى مثل هذا الخبر وطبعا بعض الناس جاءوا عندي في صندوق التعليقات قلوا لي يا وليد واش هذا الخبر كان مننا يعني واش خد الخبر صحيح واش رح يعيدون للمباراة ولا لا طبعا الفاف حاليا تنتظر رد من الفيفا كما قلنا لكم سابقا شرحنا لكم تريد توضيحات من طرف الفيفا مازال ما طلعنش للمحكمة الرياضية هذا في الان هو فقط معاقبات يعني بكاري قسمة إذا ما عاونوناش المباراة ولكن هذا الخبر عمل ضجة وبعد نقول لكم واش كاذب ولا صحيح ما رح نقول لكم واش كاذب ولا صحيح ما نعرفش هذا الانسان جامي تعاملت معاه جامي عرفته هاد المرة الاولى نعرفه يتضح بلي انه الصحوف في فرنسي ولكن الشي اللي كان يقوله سابقا في الطروة ماي عزيزي الكرام كما تشاهدون هنا لا يصدقه العقل ولا يصده حتى الذي لا يمتلك عقل كما تشاهدون عزيزي الكرام معلومات اللحظة الاخيرة صرحة قائلا يبدو ان الموساد وراء اغساء الجزائر ممكن هاد الشي تقبلوه يعني يتقبلوه العقل لقد صنعوا حكما يشبه قصامة يعني نسخة طبق الاصل لقصامة وارسله الى المغرب لاجراء جراحة تجميلية وبمجرد ان يعني تولى حقا جميع مميزات وميزات قصامة قاموا بشحنه الى الجزائر لادارة المباراة واليوم نسخة قصامة المزيفة لم تعد موجودة وتم تدميرها في معمل الموساد يعني انا ما نقدرش نقول لكم واشكالية كدامها فهذه المعلومة اللي شاركها معنا ماذا بي تكون صحيحة ولكن واشكالية يقولوا سابقا كان يلعب بالمشاعر دعا الجمهور الجزائر للأسف الشديد انا ما انتهم ولا احد ولكن هاد التصريح اللي صرحوا لنا سابقا لا يصدقه العقل ولا يصدقه حتى الذي لا يمتلك عقل صحاب هوليوود هم اللي امنوا به ويعني ويتيقوا هاد الكلام قال لكن لا الموساد خطبوه يعني بكاري قصامة نسخة طبق الاصل عملوا له استنساخ جابوه لمباراة الجزائر والكاميرون من بعد كيكمل المباراة دمروه ماشي تحير حاليا من الاسف شديد يعني الكثب راح 90% او خلينا تقول 99% والاخبار الحقيقية والرسمية راح 1% انا مدبيا كن انا غالط هو كن صحيح ويعودونا المباراة مهما تقولوليش يا وليد راكو كنت راح اعادة مباراة الجزائر والكاميرون انا من الاوائل اللي كنتم مدبيا نعيد مباراة الجزائر والكاميرون محاولتني يعني ندير كل شيء يعني نساهم في هذه الحملة من اجل اعادة مباراة الجزائر والكاميرون ولكن ما كانش لحد الان الفيفا رفضت بها تفتح هذا الملف المباراة تفشتوا عادي يا جماعة قلناها مليون مرة ونزيد نقولها لكم حاليا للمرة الاخيرة ان شاء الله عزيزي الكرام ما زيتوش نتكلم عن هذا الموضوع لان الجمهور الجزائر يحترموه وكرح صراحة وانا واحد من الناس كرح هذا الموضوع اعادة مباراة الجزائر والكاميرون ستكون يعني بلقطة واحدة او يعني بتحرك واحد هو انه يكون عدنا ملف الرشوة وللأسف ما كانش لحد الان ما كانش كل اللي كانوا يقولوا بي انه كاي ملف الرشوة والراح ما كانش لحد الان ما كانش ما عدناش اي دليل على رشوة بكاريغا سامة من طرف الاتحاد الكاميرون للكرة القدام هذه النقطة الاولى لازم يكون عدنا ملف الرشوة ونطلعه المحكمة الرياضية لا تعادش لمباراة اهل دليل ركت لكم بيوموت لا يمكن ان تكتروا الكلام عزا الكرام هذه الطريقة الوحيدة والاخيرة والوحيدة لتعيد مباراة الجزائر والكاميرون اما نقاط اخرى ما كانش محا يعني الفاف الدير واش الدير ما رحش تعيد مباراة بهذا الملف اللي بعثاته نفسه يعني للفيفا وكانتبعته لنفسه يعني لمحكمة محكمة التحكيم الرياضي ممكن يعقب بكاريغا سامة ولكن مرحش يعودو لك المباراة هادي يديوها كونفيرمي عزا الكرام رسميا من الصحوفي رومين مولينا اللي تكلمنا معها سابقا واللي هو مختص هذا المجال انتاعه في فتح الفساد بطبيعة الحال فنقطة نعود الى السطر ما زلوش نتكلم في هذا الموضوع عزا الكرام بهتوا عاد مباراة الجزائر والكاميرون لازم يكون عندك ملف الرشوة ملف الرشوة وين راه ولا واحد عنده لحد الان فقام نسجل لكم هذا الفيديو من الفاف اكدت بللي انا ما عندك ملف الرشوة ولا اي احد عزا الكرام ما عنده ملف الرشوة واللي عنده ملف الرشوة ماذا بنا يجيبه للاتحاد الجزائري ويطلعه اللي للمحكمة الرياضية ما اتعادش المباراة تتاهل دير وكان لا verification Safiy delayed حان depreci هذا ذليل حتى هذا الفيديو يا كرام انا شاركت معاكم هذا التصريحات تصريح التعاو السابقة هذا جعفر ايد اوديا بطبيعات حان انتم احرار كل واحد وفيه على حسب فهمته اللي امن تصريح التعاو سابقا هذه حاجة بيني امن تصريح التعاو في هذا المنشور اللي شاركه معنا مؤخرا ولكن اللي يعني عنده شوية عقل عزي الكرام ويخمى مبليح يعني يقول باللي انه اخبار كاذبة كان هذا فيديو اليوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام